اشتركوا في القناة من العربية الإنجليزية ومن الإنجليزية العربية في هذا الواجب الذي لدينا الآن هو استمرار لما عهدنا عليه في الدروس السابقة نبدأ الآن في هذا النص ومن العربية الإنجليزية لدينا فترة طويلة من الإهمال سوف نصلح الأخطاء القواعدية وغيرها ثم الأخطاء الأسلوبية نقول a long time of لأن كلمة time هنا مفرد وليست جمعا نحن الآن نحاول أن نتأكد من عدم وجود أي خطاء خطاء بالنسبة لنقل المعنى where happened هو غلط من الأخطاء القوية بالترجمات دائم أن تكون الفعل يجب أن لا يكون هناك أي خطأ به فإذا كان هناك خطأ كبير جدا have happened لأننا تحدث في السنوات الأخيرة كلمة field لا داعي لها أبدا عندما نقول economic rights لا يذكر كلمة field سنلاحظ أننا في الإنجليزية لا نحبذ أبدا تكرار كلمات أو ذكر كلمات مفهومة ضمنا بل هي من الأخطاء القواعدية was adopted أيضا which was adopted by the word conference نعم الآن لدينا برنامج عمل فيينا في المتدرب الكريمة ذكرت فينا declaration and the program of action يجب علينا أن نذهب إلى جوجل ونتأكد من التسمية الرسمية لها فيينا action program convention نكتبها فعلا هي الطريقة التي ذكرتها لغة الفاضلة نفسها مع تغيير كلمة program من الطريقة الكتاب الأمريكي إلى البريطانية which was adopted إلى آخره world conference مؤتمر الدولي هل هو international or world document full conference نعود إلى الوثيقة نفسها وعندما نقرأ سنجد نعم هي world conference فلا شك أن المتدرب الفاضل قد عملت عملية البحث لتأكد من هذه الأسماء ثم نأتي إلى أشياء في الواقع مثل عبارة في هذه العملية هذه من العبارات التي لا نجد لها أي داع لذكرها لأنها لا تحمل أي معنى من الخطأ القواعدي في اللغة الإنجليزية أن أضع كلمة لا تحمل أي معنى مفيد في الجملة بدلا من نقول important development الأخت الكلمة ما رأيك أن تقولي landmark أو key إذا أردتك landmark development إذا كان تغيراً وتطوراً مهماً وحاسماً الأمر لك على كل حال إذ حثى حثى المفروضة هنا أجد ولكننا الجملة كلها اقتباساً فيجب علينا أن نأخذ الاقتباس أيضاً إذا الجملة اقتباساً ويجب علينا أن نأخذ الاقتباساً من المصدر الأصلي في اللغة الإنجليزية نذهب إلى نص الاتفاقية ونأخذ هذا النص نأخذ النص منها سنذهب الآن إلى جوجل أيضاً ونبحث عن النص الأصلي لهذه الاتفاقية أو هذا الإعلان وهذا نأخذ النص أنا الآن عملت له copy والآن عمله paste لكي تكون بطريقة صحيحة مع بعض التعديلات it called for أو it urged for بدأ من encouraged للآخر concerted efforts يعني أنا الآن أضمن أن الكلام صحيح مئة بالمئة ولا يوجد أي مشكلة وأضمن أنه لن يكون هناك مساءلة خاصة أنه اقتباس وقت زايد الاهتمام ليس awareness اهتمام من attention لأن awareness معناها الوعي attention to economic social cultural rights significantly increase لماذا؟ لأن extremely يعني أحياناً نفهمه على أنها لها معاني سلبية أحياناً تستطيعين أن تقولي طبعاً extremely يعني extremely لا 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 يوجد أي اعتراض عليها لكنني ربما أقول significantly أفضل كلمة تستخدم إحصائياً أكثر وقد وضعت لك شرحاً في هذا التعليق على أن كلمة extremely قد تستخدم أحياناً بأنها شيء negative لكنها على كل حال يعني إذا أردت أن تستمر بها فهي صحيحة extreme عادة كما قلنا هي شيء متطرف extremely يعني شيء مزعج أما هنا significantly فهي تحمل معنى الأفضل والله أعلم على كل حال كلاهما صحيح تركت لك المواحظة في الملف يمكنكم تنزيل الملف من موقعنا في المكتبة مكتبة المترجم المجمع العربي المترجمين المحترفين دعونا نذهب الآن إلى جوجل ونكتب كلمة significantly increase على سبيل المثال لنجد الconcordance من أجل أن نعرف إذا كانت هذه الكلمة صحيحة أم لا هناك 11 مليون نتيجة فيها significantly increase ماذا بالنسبة لإكستريبا النتيجة هي 52400 وكذا وهي أيضا نسبة عالية جدا يعني ليست نسبة سهلة فكلهما صحيح الconcordance تستعد أن تستخدمه لكي نتأكد من الكلمات التي نكتبها إذا كانت صحيحة أو لا نعم هنا لجينا مشكلة لأن نص العربي لما تقول سواء كان داخل الأمم المتحدة ما دام أن نتحدثنا عن الدول وبين الدول فنتحدث عن الأمم المتحدة إذن يجب علينا أن نبدل نوعا ما نقول يعني لا نقول عادة كلمة هي الكلمة التي يستخدمونها في المنظمات الدولية عندما يقولون إنهم أخذوا حقوقا من صك دولي ومدعوه في النظم القانونية عادة يقولون يعني عادة ما يستخدمونها كلمة بايندين حببنا أن نغير بعض الشيء السطايلية الإسلوبية تغيير إسلوبي لأكثر والأقل سوف نتيح المجال في النهاية لنظر إلى الجملة كاملة بأتنشن بإيقومي يعني من الطرق الأخرى أن تستخدم كلمة بمعنى أنها ازداد زخمها وازداد الأهمية لها يعني إسلوب لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك كما ذكرنا بايندينج ليجل ستاندرد عادة هكذا هي الطريقة التي تكتب وأخيرا هذا النص النهائي بهذه الطريقة نحاول أن ننظر إذا لم يكن هناك أي تعديلات أسلوبية عليه أم لا ننتقل الآن إلى النص باللغة الإنجليزية إلى العربية وهو عن القمر وعن أن الهبوط على القمر كان خدعات وكان هكذا هي تقول نظريات المؤامرة ليست إذن منظروا التآمر إنما هم منظروا المؤامرة ماذا قالوا هؤلاء الأشخاص قالوا إنه عند عرض أول هبوط على صلق القمر هناك كلمة When the first moon مترجمة بطريقة خاطئة الآن صلحناها إلى عند عرض أول هبوط على القمر كان بمقدور المشاهدين رؤية العلام الأمريكي بوضوح لا شك بأن الخطأ كان كبيرا هنا قبل قليل في الترجمة لأنه كان يعني وكأن منظروا المؤامرة يؤمنون فعلا بأن الإنسان ذهب إلى القمر وحط عليه يمكنكم توقيف التسجيل والعودة إليه لتأكد من أجل تأكد من هذه الكلمات بريز معناها النسيم على كل حال نحن نريد أن نصلح إلى الصيح الأول ونحاول أن تكون الكلمات كلمات مفهومة باللغة العربية فنقول كأنه يرفرف في النسيم كالصورة المبينة في الأعلى هو في الواقع هذه جزء من مقالة كبيرة جاءت من مقال الكتروني وكان فوقها الصورة التي تظهر بوضوح طيات في العلام وتكمن المشكلة بشكل واضح تكمن هنا هنا بأنه لا يوجد هو في الغلاف الجوي للقمر في جو القمر يعني عمليا من ناحية العلمية لا يوجد للقمر أصلا غلاف جوي إنما الغلاف الجوي يعني لديه لكن ضعيف جدا نحاول نتأكد هذه المعلومة طبعا في الإنترنت يقول لنا هذا الموقع إن القمر يعني يوجد فيه غلاف جوي لكن ضعيف جدا لدرجة أن العلماء يهملونه فيقولون أنه لا يوجد أي جو كما تجدون في الويكيبيتيا عندما نتحدث عن آتفون سيلو ديمون نجد هذه المعلومة موجودة إن يعني الغلاف الجوية كاد يكون مهمة بالنسبة للمرأة لذلك نقول جو القمر وليس الغلاف الجوي للقمر عكس الغلاف الجوي للأرض الذي يعني فيه غازات مهمة وإلى آخره ناسا قدمت لنا تفسيرات لا تحصى لضحظ هذه الظاهرة كأمر غير اعتيادي هذه الجملة الغير مفهومة والأصل أنهم يعني لضحظ أن هذه الظاهرة هي أمر غير طبيعي إن هي رفرفة العلم هذا شيء غير طبيعي فتقول ناسا لا إن هذا ليس أمرا ليس طبيعي فمن أجل ذلك أننا نحاول أن نغير في الترجمة أحيانا بعض الكلمات البسيطة من أجل أن نعبر عن المعنى دون الإخلال بالنص الأصلي يعني لا نشطح كثيرا في الكلمات نغير فقط على قدر الحاجة فتقول ناسا أن العلم كان محفوظا في أنبوب رفيع مما أحدث تموجات فيه والتموجات ظهرت كما هي بعد أن خرجت من هذا الأنبوب نتيجة إخراجه من الأنبوب هذه جملة الأخيرة لم تكن ماضحة الذي يظهر مهتزا في مقطع الفيديو أعتقد أننا الآن وضحنا الترجمة نستخدم الترجمة التوضيحية إذا ما شعرنا أن هناك مشكلة في الترجمة الحرفية هكذا نقود قد صلحنا هذا النص مستوى ترجمة جيد جدا بالنسبة للمنصين العربي الإنجليزي والإنجليزي العربي لا يوجد هناك مشاكل كثيرة جدا أنا صلحت بعض الأشياء التي هي أسلوبية أكثر ما تكون جوهرية لم تكن هناك مكنة من الوصول إلى هناك وحط هناك بسلام وعادة أعتقد أننا بذلك نقول انتهينا من هذا الدرس نستودعكم الله ونراكم في دروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة